في انتخابات رئيسية كل العالم عارفة لبنان بيأمثل حاجة لتكوين سلطة بلبنان وهذا استحاق دستوري إجا وقته ما حدا عم بيتسلبط على حدا إلو قواعده وفي مجلس نيابي منتخب مبارع ليش عم بيعطلو انتخابات رئيسية بترجع بتقلي لا ما بنضال بالأفكار مصبع أي أفكار مصبع خططن ما إلا علاقة بلبنان ولا بشعب لبنان ولا بمستقبل لبنان إلا علاقة بوجود إيران استراتيجي بالمنطقة هيدا الأولوية على دوقه بيحددوا كل خطوة الدخلية ما أنا مستعدين نمشي اليوم شو بتقول بالمباشر للسيد حسن نصر الله بها الملف بملف الرئاسة إذا بدك إذا بك تقدم إذا بك تعطي مبادرة إذا بدك تفد اليد إذا بدك تطرح فكرة جديدة رحل لك رحل لك إذا بدون يدلوا ديسل لشهرها ونصف بدون رأي جمهورية هالمرة وأعيد تكلوا وعم بوجه له رسالة يعني صريحة مباشرة وقدام كلنا وأعيد تكلوا إنه إذا منضل مش سنتين مش شهرين ونصف سنتين ونصف أو خمس سنين وربع أو خمسين سنين ونصف إنه ممكن هالمرة يصير متل مرات الماضي ما رح نقبل هايك تحت الضغط وتحت التسلط أوكي وتحت السيطرة إنه ننتخب مراشح ما بدنا ننتخب يعني ما رح تقبل وتعامل تفاهم معراب تاني خليك 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 معي هالمرة 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 يا بيجي رئيس جمهورية متل ما لازم بيجي رئيس جمهورية لأنه من بعد ما وصل الوضع باللبنان للمطرح اللي وصله هل يجوز حدا مننا هاكي يميع الإشياء يمودرها نروع على أرباع وأرباع الحلول مش أنصف الحلول أرباع أرباع الحلول هل ممكن شيء أكيد لا نحن ما رح نعمل هاك وبالتالي سيد حسن انت تعرف حالك فيك تضل هاك خمسين سنة فيها نضل هاك ميت سنة بس على الأكيد أفضل نضل هاك مما أنه نجيب رئيس متل اللي بفكرك فيه مين اللي بفكره فيه سيد حسن يعني مين سليمان فرنجية اللي كان اللي هو لا بدنا يعني سليمان فرنجية مرشح حزب الله سليمان فرنجية مضبوط مرشحهم سليمان فرنجية ولا غيره حيالة مرشح بيجيبوه أكيد هن بدون يكونوا الأول عم تحكم من وراه وبالتالي هيدا بس يعني عم ينقال أنه سليمان فرنجية مرشح الفريق هل هو فعلا مرشح حزب الله سليمان فرنجية برأيك أكيد مرشح ثنائي شيعة كيف يا سيد جورج إذا مش مرشح إذا هو مرشح ثنائي شيعة عم بين حكى عن لقاءات ثنائية بينكم وبين المرضى طبعا هل هذه اللقاءات بين توني فرنجية وملحمة رياشة هل دخلت بموضوع الرئاسي أم لا من أول لحظة أين وإننا نجواب بكل محبة بكل وضوح بكل صراحة نحن وياكم أحباب بس ما فينا نمشي بسليمان فرنجية برئاسة جمهورية للاسباب السياسية المعروفة نقطع السطر خينا نحن ناس علينا مسؤولية نحن في ربع مليون لبنان انتخبونا نبارح بعضهم من تخبيرنا شو بدنا نقل له نو انتخبونا على أسس معينة ما فينا نخونها الأسس وبالتالي نحن أحباب وأصحاب بس ما فينا ننتخبكم برئاسة وقلن لهم إياها مباشرة وهلأ عم قول على هوا هل تستبعد تماما حصول تفاهم بينك وبين السليمان فرنجية على غرار ما حصل بينك وبين من العماد ميشيل عون من 2016 إن الواحد ما بيتعلم من فرد مرة قل لي بس أهم من هيك بس سليمان فرنجية لا يشبه ميشيل عون عم يقوله إن هو يلتزم أكثر بكلمته بتفاهماته خليك معاه أحزان ما بدي أتوسع كتير بالموضوع بس قل لي شغلي اليوم معروف إنه قوام ترسيحه لسليمان فرنجية سنع الشياء يعني مين اليوم عم بيطالب فيه ومين عم بيحط ضغوطات بكل الإتجاهات ومين اختلفه جبران باسين من تحت راسه ومين اللي عم بيطرحه على فرنسا ومين اللي عم بيطرحه على السعودي مين أنا وياك عم نطرحه ما بعرفي ممكن أنت عم تطرحه أنا من نهاري أنا ما عم بطرح أنا دوري إسراء بازا سنع الشياء طيب أوكي وبالتالي إجرى الإسلاميان فرنجية تنفقرد نظريا إجراء الجمهورية ما سنع الشياء يعني عم بيحكوم نحك عبعضنا كالبراس في يعطي كلام البده إياه هو بس مش هو اللي راح يكون عنده قدرة الحكم بس هو منه من الأقوياء الأربعة يعني بالألفان واربطعش ما عدتوا ببكركة ما بقى فينا نظل بكالبراسة الأربعة الأربعة والأخوية 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 والخمسة مقبول بيكون من الآخرين بكل هاي الأمور يعني ما بقى فيها نظل لك هالترتيبات كلها ما بقى فيها نظل فيها بدي أقول لك شغلي مين الأقوى بالفعل هلا نحكي يا جد مش هي العون بأيامه مش الثنة للألفان وستعاش ولا سلمان فرنجية هلا مش هي العون كم معه بالفعل وقتها بالفعل كم معه 22-23 نيب زايدين له 3-4 نواب هاي كده حشين له هون بس انه بالعقية كان معه 22-23 نيب شو قدر فلحص يعني من سياسة حزب الله كلها سواء ولا شي طب هل سقطت نظرية الرئيس القوي يعني برأيك لا هاد غير شي هاد غير شي مش هي العون أضعف رئيس جمهورية بتاريخ لبنان ايش كان قوي بشغلي واحد فقط بس هو متابعة مصالحه يعني باش يكون عدو مصلحة بشغلي بس مش انتو اللي ضعفتو يعني كل كل يعني انتو والجعل والطرف السنة والدرزة يعني كلكن حدا في ضعف حدا شو قال حكي هيدا اذا حاربوا بضعفوا مش مزبوط هو هيك بيقول ما خلوني ما خلي دخلك لاش نحنا انتخبنا اذا بدنا نضعفو بس فيك تقلي شو اللي جبرنا نضعفو لانه كنتم متفاهمين على شي هالشي ما ما زبط يعني حساب الحقل ما زبط على حساب البيض شو يعني ونكون نحنا لضعفنا ولاخر لحظة ضلينا نجرب لاخر لحظة برجع بقول بكل ضمير حي ضلينا نجرب انه ننقذ العهد لانه برعينا كان ممكن يكون احسن عهد بالبناء بس هلأ خطني على الماضي ونحنا نحنا نحكي بالبناء